أعلنت هيئة البحرين للثقافة والأثار في مؤتمر صحفي عقد أمس في متحف البحرين الوطني عن انطلاق نشاطها لعام 2017 بشعار آثارنا إن حكت بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وتواجد المهتمين بالشأن الثقافي ومثلين لوسائل إعلامية مختلفة وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة ما أحوجنا في هذا الوقت إلى توجيه ورفع الوعي العام حول أهمية الآثار والتراث المادي هذا الإرث الإنساني المهم الذي خلفته لنا الحضارات المتعاقبة على أرض البحرين أدرجنا المواقع الأثرية ضمن شعار العام الماضي البحرين وجهتك 2016 وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر عن تفاصيل برنامج هذا العام بداية مع المعارض التي يستضيفها متحف البحرين الوطني كالعروض المؤقتة التي تقام طيلة السنة بعنوان ماضينا مهم وتضم عروضا لآخر المكتشفات الأثرية الجارية وتسلط الضوء على تراث البحرين الأثري كما تقوم هيئة الثقافة على السفر بإرثها الثقافي والتاريخي إلى روسيا حيث تقدم معرضا للمونيا يقام في متحف الأرميتاج في سامبوتاسبيد خلال شهر ديسمبر من العام الجاري بعد عرض يقام في متحف البحرين الوطني بدوره يستمر مركز الفنون بتقديم معارض فنية تهدف لإثراء لأجواء الثقافية البحرينية من جهتها أكدت مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة الثقافة والأثار الشيخة هلا بنت محمد الخليفة أن أثارنا إن حكت تحمل فعاليات عديدة منها محاضرات تختص بالأثار وأخرى تختص بعملية التنقيب في مملكة البحرين منوهة بأن هذه السنة سوف تفتح الأبواب لكل من لديه شغف بالأثار أن يترقب كل المستجدات التي سوف تطلقها هيئة البحرين للثقافة والأثار في نطاق التدوين والمعارض التي تستضيفها مملكة البحرين من جانبه نوها مدير إدارة المتاحف بهئة الثقافة والأثار الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة بأن الفعالية لا تركز على المواقع الأثرية الكبيرة بل على المواقع الأثرية التي قد تكون أصغر حجما والمنتشرة في مناطق البحرين المختلفة مثل المواقع الأثرية في منطقة المالشية وجزر حوار ترجمة نانسي قنقر